السلام عليكم اهلا بكم حبيبي معاكم ميس مروة من قناة ميس مروة النهاردة ان شاء الله هنستكمل شرح منهج كونيكت بلوس لجريت فور الحمد لله احنا في الفيديو اللي فات خلصنا يونت وان النهاردة ان شاء الله هنبدأ في يونت تو وان شاء الله الفيديوهات هنزل لكم اسرع علشان انا عارفة اللي انا متأخرة معاكم في منهج كونيكت بلوس طيب بالنسبة اليونت تو هنتكلم النهاردة عن ايه هنتكلم عن البلانز وهنتكلم عن الانيمالز يعني كل الفوكاب وكل الكلمات الموجودة في يونت تو هتتكلم عن البلانز النباتات اند انيمالز الحيوانات ما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو عايزة لايك كبيرة جدا على الفيديو عشان ان شاء الله ينزل لكم الفيديوهات الجديدة وعايزة بس انوى عن حاجة يا ريت الناس بس اللي مشتركة عندي في القناة تعمل بس تفعيل الجرس تفعل زرار الجرس عشان لما هنزل فيديو جديد يجي لها اشعار ان انا نزلت فيديو عشان في ناس بتبعتلي انها لما بنزل فيديو على القناة مش بيجي لها اشعار انها نزلت فيديو اوكي يعني يا ريت بس تفعلوا زرار الجرس في الحالة دي هيجي لكم اشعار بانها نزلت فيديو جديد طيب خلاص مش عايزين كلام جديد النهاردة هنتكلم عن ايه طيب من غير كلام كتير النهاردة هتكلم عن 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 عندي الفقاريات هتكلم عن 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 اسمروا اصلا عشان نفهم معاك كده معناها هتكلم عن الانيمالز اللي عندهم يعني العمود الفقري يعارفين يعني ايه العمود الفقري يعني لو رجعنا قدينا وحطناه على دهرنا كده هنلاقي سلسلة كده في دهري من اول من بعد رجعي كده لغاية دهري تحت دي اسمها العمود الفقري يعني دلوقتي الانيمالز اللي عندهم عمود فقري اسموهم الفقريات ايوه يبقى هتكلم عن ايه الحيوانات اللي عندها طيب هتكلم على اول نوع من الفيرتبريتز اول نوع من الفيرتبريتز وليكن كده هنسميه نمبر ايه اوكي عشان يندرك تحت كلمة فيرتبريتز اول نوع من الفيرتبريتز الماملز ماملز الثدييات يعني ايه يا ميس مروة الماملز طبعا دي انكلود هيومن زي الهيومن كده زي الانسان ده بيعتبر ماملز من الثدييات طب والانيمالز اللي تعتبر ماملز ايه من ضمن الصفات بتاعتهم يعني بيولده يعني بيولده طيب واقدر اقول تاني ايه عن ماملز نكتب كده جنبها الحيوانات اللي بتطعم الصغار بتاعها ملك يعني اول ما بيتولدوا كده بياخدوا على طول من ممتهم الملك بيتغزوا عليه اوكي دول اسموهم ايه الماملز الماملز الثدييات طيب حنقرى دلوقتي الصفات بتاعتهم عندي نمبر ون من الصفة بتاعتهم اللي هما الدم بتاعهم بيكون دافي بقول عليهم ذواد الدم الدافئ يبقى الماملز يعني بيولده طبعا عندي هنا لاي ايجز هو انا بقول ان الماملز لاي ايجز نو يبقى انا حكتب هنا قبليها دونت لاي ايجز يبقى الماملز جيف بيرث بيولده ولكن دونت لاي ايجز مش بيبيده زي مين ماملز الهيومنز البني ايجز يعني قدمين بقول عليهم ماملز عندي عن لاند عالارض يعني فارو يطعم يعني فيد يطعم يعني فيد حيتان هنا عند الاتش سايلانت وبعد اذنكم محدش يقول عليهم وولز دي يعني حيطان يعني الحيطة اللي حواليا دي هي اسمها ويلز ويلز حيتان سيل سيل اللي هو عجل البحر او انتو بتقولوا عليه كلب البحر سيل سيل بات بات الخفاش طيب حنيجي عندي تاني نوع كده من الفقريات وليكن حنسمي ده كده نمبر بي عشان عندي نمبر وان الفقريات هتكلم على كم نوع من الفيرتبريتز هتكلم على 5 اخدنا نمبر وون الماملز نمبر تو ريبتايلز ريبتايلز الزواحف من ضمن الخصائص بتاعة الريبتايلز هنكتب كده نلخص لي ايجز ان هما بيبيدوا هنكتب هنا لي ايجز طيب بيعيشوا فين يا مسمروة بيعيشوا في الريفر وبيعيشوا في طيب نقرأ كده الكلمات اللي في الريبتايلز عندي موست ريبتايلز معظم الزواحف كولد بلادد يبقى الريبتايلز ايه كولد بلادد يعني ذات الدم البارد بتحتاج ان هي تعد فترة يعني في الشمس كده عشان الدم بتاعهم بيكون كولد بلادد ذوات الدم البارد كشور اللي بتبقى على ظهر السمك كشور السلحفة المائية يقضي وقت معناها ما عندهم اربع ريبتايلز معظم الزواحف عندهم اربع ريجلين مع عدا التعبين ما عندهم شو ريجلين خالص مثلا هنا بيقول لي بعض الثدييات بيعيشوا في البحر such as whales احنا قلنا whales بتعتبر من الريبتايلز ولا الماملز excellent الwhales بتعتبر من الماملز الثدييات in addition بالاضافة الى they have scales هم عندهم كشور in addition بالاضافة الى all reptiles lay eggs كل الريبتايلز كل الزواحف قلنا هنا في الاول lay eggs يعني بيبيدوا وقلنا عليهم cold blooded ذات الدم البارد يبقى احنا النهاردة في lesson one بنتكلم عن الvertebrates الفقريات خدنا number one الماملز number two الريبتايلز الزواحف number three وليكن هنقول هنا c او ممكن ترقموها بالاركام زي ما انتو عايزين البرمائيات amphibians amphibians البرمائيات amphibians البرمائيات طيب من ضمن الخصائص بتاعتهم lay eggs بيبيدوا lay eggs وكمان cold blooded لخصوا معايا الجزء ده كده هنكتب هنا lay eggs وكولد بلودت طيب بيقى رطبة اسمها moist habitat moist habitat بيقى رطبة يعني بيكون كده فيها water اوكي moist habitat survive دي هنا عندي verb معناها يبقى على قيد الحياة frog dovdar هنحن منتكلم على ايه مسموه بنتكلم على verfمائيات de new world authority جلد ناعم الفوضي عندها جلد ناعم يستنشقicit يعني بيسحب كده الهوى لسه بيستنشق الهوى ممكن يستنشقوا الأكسوجين عن طريق الرئتين وانا عندي الرئتين هنا بيقول لي الزواحف بتبيض البيض على الأرض ومع ذلك بيتكلم عن الضفادع يبقى الرئتينز معروف ان هي بتبيض البيض بتاعها على الأرض ولكن بقى الفروكز دي حالة شزة بتبيض البيض بتاعها في الميا هنا عندي الأسماك يبقى حخلي دي مثلا لو انا ماشي كده طيب احنا بنتكلم عن ايه بنتكلم عن الجزء اللي هنا ده الجزء خياشيم الزعانف اللي هي بتبقى طايرة دي كده اسمها زعانف دي هنا عندي يتنفس salt water مية ملحة fresh water مية عزبة wetland ارض رطبة طيب ايه المميزات اللي بتميز الفش عندي lay eggs بتبيض البيض طبعا مش give birth مش بتولد خالص وكمان بتكون cold blooded انا كل ده ما شرحتش انا كل ده بس بقرأ معاكم الكلمات بس ولكن لسه حنزل دلوقتي على الدرس وحشرحها كلمة كلمة طيب ايه حكاية الجلز الخياشيم هي بتتنفس من خلال الجلز من خلال الخياشيم يبقى انا هقول take in oxygen بتاخد ال oxygen او بتتنفس ال oxygen من خلال او throw throw هنكتب هنا throw كده من خلال جلز من خلال الخياشيم the last type اخر نوع عندي اللي هو number five هنكتب بس هنا ايه طيب number five اخر نوع عندي اللي هو birds طب فاكرين الاربع انواع اللي انا قلتهم تعال اقولوا مع بعض احنا بتكلم عن vertebrates الفقريات number one bravo عليكم mammals number two excellent reptiles number three amphibians excellent number four excellent fish number five ال birds طيب عندي feathers feathers reach wings اجنحة beak منقار made of مصنوع من different shapes اشكال مختلفة meat اللحم nuts البندق seeds البذور او الحبوب طيب اي هي المميزات ال birds بقول عليهم warm blooded warm blooded فاكرين قلنا على مين من اللي احنا قلناهم دلوقت من الخامسة warm blooded excellent الماملز كمان كانوا warm blooded طيب حد يعرف ال birds lay eggs ولا give birth excellent lay eggs lay eggs يعني بيبيده lay eggs in the next page هنا بقى هنبدأ شرح الدرس احنا بنتكلم عن ايه بنتكلم عن vertebrates vertebrates are animals with a backbone قلنا ان هم حيوانات عندهم backbone عمود فقري there are five different types of vertebrates هنتكلم دلوقتي على خمس انواع من ال vertebrates number one عندي مين الماملز ماملز have hair or four الثدييات او الماملز بيكون عندهم هير شعر or four on their bodies على اجسام بتاعتهم they are warm blooded من ضمن الخصائص بتاعتهم انه هما بيكونوا warm blooded they feed their babies with milk and most of them give birth to their babies طيب بيقول انه معظمهم give birth معظمهم او نسبة كبيرة give birth معظمهم بيولدوا ولكن كلهم there ولكن كلهم feed their babies يعني بيطعموا الاطفال بتاعتهم with milk اللبن they don't lay eggs هما مش بيبيدوا they don't lay eggs humans are mammals كمان الانسان بيعتبر من الماملز most mammals live on land معظم الماملز بيعيشوا على الارض but ولكن some live in the sea في جزء بيعيش في البحر such as زي مين بقى whales الحيتان and seals اللي هو عجل البحر whales and seals كده خلاص طيب خلي بالكم من الساطر اللي جاي لانه مهم جدا 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 بيقول لي bats bats are the only mammals that can fly طيب bats اللي هي الخفافيش جمع كلمة خفاش ما لهم بقى are the only mammals يعني المامل الوحيد that can fly الوحيد اللي بيطير السؤال ده بيجي كتير في الامتحانات بيسألك what is the only mammal المامل الوحيد that can fly اللي يقدر ان هو يطير في الحالة دي هقول له bats الخفاش طيب اتكلمنا على number one الماملز نيجي عندي number two مين عندي reptiles الزواحف reptiles are called blooded this means ده معناه that they have to spend time in the sun to keep warm ده معناه ان هما بيكونوا محتاجين يحضوا فترة كبيرة جدا تحت الشمس to keep warm عشان يحسوا بالدفع most reptiles بعض الزواحف have four legs عندهم اربع رجلين except مع عدد ده كمان سؤال بيجي اي حاجة فيها exception اي حاجة يعني فيها حد شاز ده بيجي في الامتحان بمعنى ان هما هنا كلهم عندهم four legs ما عدا الشاز اللي عندي الوحيد except snakes ما عدا التعابين that don't have any دي ما عندهاش legs خالص they don't have hair ما عندهمش hair reptiles or four ولا four they have scales عندهم كشور in addition بالاضافة الى all reptiles كل الزواحف lay eggs lay eggs دي نكتبها هنا علشان ما ننساش خالص نطلع نكتبها فوق كده lay eggs most reptiles بعظم الزواحف live on land بيعيشوا على الارد some can live in rivers or the sea such as turtles ولكن في معظمهم كمان بيعيشوا في الريفرز بيعيشوا في الانهار او بيعيشوا في البحر زي ايه such as turtles but they come onto land to lay their eggs ولكن بتطلع على الارد ان هي بتبيض البيت بتاعها وترجعتين number three amphibians amphibians can live on land and on water دول بيقدروا يعيشوا في الارد وكمان بيقدروا يعيشوا في الماء but they need water or a moist habitat to survive ولكن بيكونوا دايما محتاجين بيئة راتبة يعني فيها water to survive علشان يبقوا على قيد الحياة like reptiles they are cold-blooded كمان and they lay eggs وكمان بيبيضوا هنا عندي lay eggs however ومع ذلك amphibians like frogs يعني amphibians اللي زي frogs and the toads ان التود ده نوع من انواع الضفادع نوع من انواع الفرق always lay their eggs in water يعني الفرقز دايما بتبيض البيت بتاعها in water يعني في الماء they have smooth skin الجلد بتاعهم بيكون ناعم جدا not skills ما عندهمش قشور they can take an oxygen مهم جدا اللاين ده they can take an oxygen بيستنشكوا او بيتنفسوا the oxygen throw their skin and their lungs هنا عندي اتنين حاكتين بس اللي هما بيقدروا يتنفسوا the amphibians throw من خلال حاكتين يا اما the skin يا اما من خلال الجلد بتاعهم يا اما من خلال the lungs من خلال الرئتين اوكي فاكرين الفش هنيجي عندها دلوقتي ونشوف بتتنفس من خلال ايه number four هنتكلم عن الفش fish live in water بيعيشوا في المية and take an oxygen throw their gills بيتنفسوا الاكسوجين من خلال الخياشين they can't breathe air مش بيتنفسوا كده الهوى زينا زيهم they are cold blooded كمان الفش cold blooded and they lay eggs وكمان بيبيدوا they also have scales بيكون عندهم قشور على جسمهم and they use fence بيستخدموا الزعانف بتاعتهم to move they use fence to move there are thousands of different type of fish in all water حبيتات يعني عندي ولفات من الانواع السمك في منهم بيعيش في السولت ووتر المياه الملحة وفي منهم بيعيش في الفريش ووتر ومنهم بيعيش في الويتلاند في الاراضي الرطبة number five اخر نوع عندي من الvertebrates birds birds are warm blooded زيها زي الماملز اللي اتنين warm blooded but they don't have four ما عندهم شفور or hair ولا شعر all birds have feathers عندهم ريش and they all have wings وكمان عندهم جناحات birds lay eggs بيبيدوا which are hard البيت بتاعهم بيكون ناشف جدا birds lay eggs which are hard most birds معظم الطيور can fly معظمهم بيتير but some can't بس في منهم مش بيتير زي اي مثلا تعالوا نشوف مع بعض they have beaks هم عندهم منقار which are made of bone الجزء ده مهم جدا دايما بيسألكو عن البيك بتاع البيرد مصنوع من اي made of what هقول made of bone بيكون مصنوع من العذوم their beaks are different shapes يعني المنقار بتاعهم بيكون مختلف على حسب نوع الاكل اللي بيكلوه because they eat different food اهي جاتا because بسبب ان هما بيكلوا اطعامة مختلفة كل واحد المنقار بتاعهم بيبقى على شكل الطعام اللي هو بيستخدموا فيه عشان يكل some birds معظم الطيور eat meat بتاكل اللحمة some eat nuts وفيه منهم بيأكل المكسرات and some eat seeds وفيه منهم بيأكل البذور طيب المعلومة بتاعة البيرد that can't fly فيه طائر ده بيعتبر من ضمن الطيور but can't fly ولكن هو مش بيطير عارفين من هو الأستريتش الأستريتش النعامة ده هيكون موجود في لسن تاني موجود في نفس يونة طول اللي بنتكلم عنه هيتكلم عن البيرد الحيوان أو هيتكلم عن ايه هيتكلم عن البيرد that can't fly فيه طائر هو مصنف ضمن الطيور ولكن ما بيطيرش مين هو الأستريتش الأستريتش النعامة أستريتش النعامة أوكي طيب تعالوا نحل مع بعض كده نمبر ثري هنا بيقول vertebrates or animals with a excellent back bone mammals ها لا يأجز ولا give birth excellent give birth نمبر ثري قولوا معي بقى animals have to spend time in the sun to keep warm مين هم الحيوانات اللي لازم يعودوا فترة كبيرة تحت الشمس علشان يتدفوا excellent حتى جاية من اسمها cold bloated طيب ننزل كده هنا عندي four في نمبر four are the only mammals that can fly لأ أنا حسكت به عشان الجوز إذا أنا قلت ها مين هو the only mammals that can fly excellent البات نمبر five snakes have on their skin عندهم ايه في السكن بتاعهم في الجلد excellent skills كشور number six amphibians بيحتاجوا habitat to survive شكل البيئة أو الموطن بتاعهم اللي بيحتاجوها to survive عشان يقوا على قيد الحياة desert ولا dry ولا moist excellent moist habitat يعني بيئة راتب number seven birds have which are made of bone اللي عند البرد عند الطائر made of bone excellent البيكس المنقار number eight fish taking oxygen بيتنفسوا الoxygen throw their excellent gills من خلال الخياشين nine humans are yes mammals all birds have كل البرد عندهم feathers reach eleven fish use السمك بيستخدم to move علشان يتحرك excellent fins يعني الزعينف birds have to fly yes wings خدوا بالكم انا عارفة ان البرد عندها بيكس بس هو هنا عايز الحاجة اللي بيستخدمها البرد to fly عشان يطير دي هنا عندي الوينجز الاجنيحة بتاعته ويبقى كده يا حبيبي احنا انتهينا من lesson one في unit two في منهج connect plus لgrade four ما تنسوش like للفيديو وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة ولو عندكم اي استفسار اكتبوه لي في الكومنس وانا هرد عليكم وشكرا حبيبي وان شاء الله نتقابل في lesson two اشتركوا في القناة